وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد أعضاء مجلس النواب أهمية تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية ما يساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة لهذا القانون على وجه الخصوص هو كان طال انتظاره وكان مفروض أنه يكون معاصر للقانون 21-25 والحمد لله تم إنجازه اليوم وصدوره وأصبح التقاضي أمام محاكم الاقتصادية على دراكتين هذا القانون طبعاً بيعطي حق لكل متقاضي أنه يستقنف الأحكام الصادرة بالإدانة أمام المحاكم الاقتصادية هذا القانون كان يكون متواجداً من قبل فالنهاردة تم تشكيل بموجب القانون بتشكيل دواب السينافية أمام محاكم الاقتصادية وتم حقية هذا الحق المقرب بموجب الدستور لأنه منصوص عليه في الدستور 2014 الناحية الجنائية ممكن يتحل مواضحها حتى بالستلمنت بالتراضي والوساطة وأن الهيئة هم عاملين هيئة بتقوم بعض القضاء في بداية الأمر بيتم التفاوض على الأمور بين المتنازعين علشان أنهم يقدروا يحلوها ودي برضو الجنائي ممكن يتحل بشكل ودي بأن الشخص المزنب يقوم بإرجاع المبالغ اللي تحصل عليها أو يقوم بإرجاع الأمور إلى نصابها القانون في منتهى الأممية لازم نأكد أن دي رقم واحد هو استحقاق دستوري ويعني كلمة استحقاق دستوري بشكل مبسط أنه هو واجب تعديل هذا القانون حتى يتماشى مع الدستوري المصري الذي قال أن التقاضي لابد أن يكون على درقتين كان عندنا أزمة كبيرة في محاقف محكاف الجنيات الاقتصادية تحديدا أنها كان لازلت على درجة واحدة بالرغم من تعديلنا القانون الإجراءات الجنائية الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين بالتحديد وبالتالي هذا استحقاق دستوري كان لابد منه أما كمان الإطار الأهم من كده احنا بنكلم على التوسع النوعي اللي بقت فيه المحكامة الدستورية المحكامة الاقتصادية الحقيقة لأن احنا كان عندنا قانون التجارة 17 لسنة 1999 هذا القانون من أفضل قوانين التجارة الحقيقة في العالم دون شك